هو هيتصرف إزاي؟ زي مثل تصرفات الإنسان أنت عمرك ما تتوقع إنسان يعمل ليه بكرة مثلا فده نظام عشوائي إحنا عشان نتعامل معاه النظام العشوائي ده يعني عايزت تستخدم العشوائي دي في إيه تحديد؟ في حاجة عايز استخدمها في حاجة تفيد فلقينا أقرب حاجة اللي احنا ممكن نستخدمها في التشفير والإنكريبشن والسيكيور كوميونيكيشنز بحيث اللي أنا مثلا أخذ منها تشفير بيانات وإجراءات أمان آه تشفير بيانات بالنسبة للداتا بتاعت الداتا أنا مثلا لو أعملت تشفير بحاجة تتصرف بعشوائية عمرك ما أي حاجة أي واحد يتوقع بالعشوائية دي فمش هيقدر يعمل لها هاك أو مش هيقدر يعمل لها هاك بسهولة كل طبعا ما تزيد العشوائية بتاعت النظام دي زي الجرافز اللي بعدتها كل ما تزيد العشوائية دي كل ما يبقى الإيه بس هم إن شاء الله يعني زماني دلوقتي أكيد هيردوا بعض الصور اللي أنتو جبتوا هانا معاك وهي الحقيقة وعايزين نبدأ يعني نشرح دي مشروعك يعني ده مش مشروع على قد ما هو ده نظام عشوائي بيتصرف بعشوائية وإنت مش هتتتنبأ بي فالفكرة اللي أنا ممكن أستخدم بقى الجرافات اللي زي كده العشوائيات اللي زي كده فإني أطلع values أستخدمها في الانكريبشن أو التشفير بحيث أن محدش بيقدر يعمل لها هك بسهولة طبعا أنت إزاي قادر تسيطر على العشوائية اللي أنت بتتكلم عليها من خلال equations مع الجرافات دي بتوصفها معدلات رياضية معدلات رياضية أنا بحاول بقى أزود من الcomplexity بتاعتها بحيث أن العشوائية تزيد بتزود من مدى صعوبتها صعوبتها آه بحيث أن العشوائية تزيد فالتشفير يبقى أحسن بس هي في النهاية أنت مسيطر عليها مسيطر عليها ب equations و values هل دي ممكن تفلت منك؟ بتبقى الجراف وتبقى أنت كبان مش قادر توصل للمعلومات بتاعتك؟ هي بتبقى ليها range بتبقى ليها range يعني أنت بتحطه للéquيشن وتشوف أنت أخرك فين وأولاك فين إيه values اللي هتطلع لك هتطلع تقديمه في التشفيري زي بس أنت متحكم في العملية دي بنسبة 100% من البداية للنهاية ولا بتسيب الموضوع بعد كده لكمبيوتر أو حاجة يتعامل هو كمبيوتر أنت بتدخله equation أو algorithm معين عشان يعمل تشفير باستخدام العشوائية دي فهو بيتعامل لوحده فالفكرة أنك إزاي تزود بقى efficiency بتاعت الإنكليبشن دي إزاي تزود complexity فزي ما باين في الصور كده كل شوية في حاجة بدي طبعا الصور دي أكيد إحنا مش ملمين بيها أو حتى اللي بتفرج علينا ممكن ما يفهم ماش قوي بس أنتو طبعا دي دراستك وده مجالك فدي أعتقد بالنسبة لكم مفهومة جدا يعني مثلا زي الصورة اللي قدامنا دي هو نظام عشوائي كبير جدا يعني أنت عمر مواحد يقدر يتنبأ بالعشوائية دي فأنا ممكن أستخدم بقى values أو الأرقام اللي بتطلع لي من السيستم ده في نعمل بها تشفير فما حدش يقدر أتوقع أنه إزاي عملت تشفير بيها طب أنت كان عندك معلومات عن فكرة التشفير بشكل عام إحنا ما ركزناش أول أو هي أصلا قايمة على إيه عشان تبدأ تشتغل أنت كمان فكرة التشفير دي عبارة عن random values values كده مش متشابهة أو محدش يتوقع بيها عشان كده جات من فكرة الكاتيك سيستم أو السيستمز اللي بتتصرف بعشوائية يعني هو أنت مفروض تطلع كي محدش يقدر تنبأ بيه فأنت في الآخر بتوصل لحطة أنك عايز حاجة ما مش متنبأ السيستم ده ممكن يشتغل على مؤسسة كبيرة على حسب الابليكيكيش بتاعها أنت بتشوف دلوقتي وزارات وحكومات ومؤسسات كبرى وبنوك بيتم اختراقها معلوماتيا أنت كنت مطلع على الأفكار دي اللي بتحصل وإزاي بيتم عملية الهاكنج على الحسابات المعينة ما هي هي فكرة مينلي هي فكرة واحدة أنك الكيل اللي بتعمل بيه التشفير ده يبقى قوي يبقى قوي زي كل ما يكون الحاجة الالجريزم اللي أنت مستخدمها غير متوقعة فبالتالي كل ما زود العشوائية بتاعة السيستم اللي أنا بستخدمه كل ما يبقى التشفير أحسن